أكد أعضاء مجلس النواب الرفض الكامل لمسألة التهجير أو نزوح الشعب الفلسطيني خارج بلاده كما جددوا كذلك التفويد لرئيس السيسي في تخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومي وخلال جلسة اليوم لبحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القصري للفلسطينيين أشار نواب المجلس إلى وجود تكاتف سياسي وشعبي حول القيادة المصرية التي تتسم مواقفها بالقوة والوضوح والحسم مشيرين إلى أن نظرة الرئيس السيسي كانت واضحة منذ البداية نحو تعمير سيناء وبناء خمسة أنفاق تحت مجرى القناة مهما تكلفت من مبالغه